اشتركوا في القناة دورنا التنموي في إطار النموذج التنموي الجديد من أجل دخول المغريب ركب الدول الصاعدة ونكونوا وفق تطلعات صاحب جلل ملك محمد السيد نصر والله وكذلك في إطار هذه الدينامية الوطنية التي تعرف المغرب بعد صدور مدونة الصحافة والنشر وكذلك إحداث المجلس الوطني الصحافة وصدور أيضاً متاق الأخلاقية المهنة بجريدة رسمية للصحافة إذن رهانات كبرى اليوم الإعلام يجب أن يكون شركاً استراتيجياً على المستوى الجهوية المستعى على المستوى مواكبة الأوراش التنموي المفتوحة على صعيد إقليم جديد وسيد بن نور بالخصوص كون أن الإعلام هو مرآة الحقيقة كما يقال في الفلسفة وفي علم الاجتماع إلا أن اليوم هناك تحديات كبرى التحدي أقول أولاً هو تحدي تحدي اجتماعي والتحدي من خلال تضافر الجهود من أجل أن يكون العمل لائق للصحافي سواء كان مهني أو منتسباً لقطع الصحافة والنشر الرهان الثاني وهو رهان تخليق العمل الصحفي اليوم لا يمكن أن نقبل بممارسة إعلامة صحفية تسيئل الإقليم الجديدة وتسيئل مهنة الصحافة الصحافة مهنة شريفة وأقولها كنقيبين الصحافيين على المستوى إقليم جديد وسيد بن نور على أننا لن ندخل جهداً في الدفاع عن مصالح الصحفيين والصحفيات العاملين بقطعه وكذلك الإخوان الذين لم يتمكنوا بعد من الملاءمة القانونية سنقف بجانب من خلال المساعدة القانونية وكذلك الوقوف بجانب حتى تكون وضعيتهم قانونية سليمة بطبيع الحال أعتقد أن اليوم رسالتي وأوجها لجميع الفاعلين الترابين عن مستوى إقليم الجديدة وسيد بن نور أنا الأول لأن نتضافر الجهود لأن نعمل بشكل متوازن ومتساوي ومتضامن من أجناضة إقليم الجديدة اليوم نحن أبناء المنطقة ونحن أبناء هذا الوطن ونظل كذلك كياناً إنسانياً نظل ندافع عن حقوق وكونية حقوق الإنسان وأهمها حرية الرأي